مع الحاجات دي بعدين بس تعالوا نتكلم عبارة عن إيه الكورس ده الكورس ده عبارة عن six chapters أوكي أنا بدرسهم بالكرتيب ده يعني طبعا ممكن كل مدرس وكل مدرسة تشتغل بترتيب مختلف أنا بحب أبتدي بأول chapter اللي هو الالجبرا وبعدين أشتغل numbers وبعدين trigonometry chapter 4 calculus وده بنسبة لكم chapter جديد خالص الاسم ده ما سمعتوش عنه قبل كده وبعدين chapter 5 geometry وchapter 6 عبارة عن handling data and probability طبعا إنتوا عندكم فكرة عن chapters دي كلها من السنين اللي فاتت لكن chapter 4 اللي هو calculus ده يعتبر جديد تماما بنسبة لكم طيب ليه أنا بحب أبتدي بالالجبرا يعني معظم teachers والمدارس بتحب تبتدي بchapter number 2 هو numbers يبتدوا بيها الأول أنا بفضل لنأبتدي بالchapter تاع الالجبرا لأن هو الbase أو الأساس بتاع كل حد تمام؟ وحنتكلم عليه بالترتيب يعني بالشوية تفصيل كده النهارده يعني ممكن أديكوا فكرة كده سريعة إن الالجبرا حيبقى فيها expressions حيبقى فيها equations حيبقى فيها formulas حيبقى فيها inequalities أظن كل الحاجات دي أنت سمعتوا عنها قبل كده لو كلمنا على numbers هنتكلم على fractions, decimals, powers, thirds, number patterns, percentages, ratios, factors, multiples, HCF, LCM واللي هيبقى جديد عندنا حاجة اسمها ال-direct وال-inverse proportion وفي ال-numbers برضو عندنا درس جديد اسمه أو درس جديد اسمه الساتس لو تكلمنا على trigonometry أنت أردي خدت Pythagoras خدت السين والكوسين والتان لكن هيبقى فيه توسعه أكدر في ال-A في grade 10 الكاتلس ده هيبقى درس جديد في شابتر جديد خالص قلنا جديد هيبقى عبارة عن حاجة اسمها functions differentiation وgraphs of functions ال-Geometry جوا دروس كتير قوي زي إيه بقى زي مثلا ال-circles وال-polygons وعندك مثلا ال-similarity وعندك transformations وحاجات كتير كده ال-handling data برضو انت عندك فكرة وهو ال-mean وال-mode وال-median ال-averages وفيه probability بس طبعا السنة دي حيبقى كل الدروس دي موجودة بس بتوسعه لان انتوا بقيتوا أكبر سنة انتوا خدتوا ال-base في year 9 هننطلق بقى في year 10 وناخد بقى ايه دروس كتير وإكستاندد ال-level للإيه للغريت 9 طيب هنشتغل في notes والnotes دي أنا عملها 2 parts notes part 1 حيبقى فيها أول 3 chapters وفي notes part 2 فيها chapters 4, 5, 6 كل notes معاها كتاب اسمه ال-classified وانا حواريكه براتي in detail شكل النوتس ايه؟ النوتس فيها أول 3 chapters part 1 والclassified عبارة عن أسئلة متاخدة من past papers على نفس الدروس في التلاتة chapters دول تمام؟ أوكي تعالوا نشوفها نعمق تاني طيب ايه عبارة المتحن بتاعنا عبارة عن ايه؟ المتحن بتاعنا عبارة عن 2 papers كل paper فيهم عبارة عن 100 marks والوقت بتاعها 2 hours أول paper اسمها 1H والpaper التانية اسمها 2H ويوشولي ال-two papers دول بيبقى فيه فرق بينهم زمني تقريباً أسبوعين يعني بتنتحن في ورقة وبعد أسبوعين بتنتحن في الورقة التانية طب إيه الفرق بين ال-1H وال-2H؟ الحقيقة مفيش فرق شكل الأسئلة يعني شكل الأسئلة في paper 1H هو هو نفس style وشكل الأسئلة في paper 2H مفيش فرق الكشكلة اللي حطين two papers عشان المنهج بتاعنا طويل أوي فبيتوزع الطابقس بتوزع على two papers equally أول paper عليها 100 marks ال-paper التانية عليها برضو 100 marks بيطلع لك grade في الآخر درجة في الآخر out of 200 أعتقد معظمكم سماع إنه دلوقتي في ال-XL ال-grading system ما هواش A star و A و B و C لأ بقى 9, 8, 7 and so on 9 و 8 الاثنين بيعتبروا كأنهم A star وال-7 بتعتبر A and so on فده هيكون نظام ال-grading system بتاعنا في الآخر طيب نحتاجين إيه عشان نشتغل عشان تشتغلوا معايا أنا بحتاج منكو كزحي أول حاجة دايما يكون معاك A complete pencil case يعني دايما أدواتك كاملة أوكي وبحبي يبقى معانا دايما highlighter عشان لابا يكون فيه rules وحاجات مهمة نعملها highlighting في النوتس بتاعتنا عشان نرجع لها وإحنا بإيه بن زاكر أوكي وعايز أتكلم على كلمة بن زاكر دي عشان انتوا هتستغربوها شوي بنحتاج يبقى معانا geometry set ليه بقى يا أولاد عشان عندنا حتة اسمها constructions في حاجات هنرسم فلازم يكون معايا protractor لازم يكون معايا compass and so on وطبعا لازم يكون معاك a scientific calculator كل حصة ما ينفعش أشتغل من غير calculator خالص أوكي فلازم دايما تكون جاهز بأدواتك دي الأول ثلاث حاجات اللي أنا كتبتها لك دي هحتاج منكو كمان أن يكون معاك a display book اللي هو بيبقى الفولدر اللي جوه pockets تقريبا 80 pockets is okay تمام؟ هنعمل ايه بالفولدر دا اللي فيه 80 pockets؟ دا هنحط فيه القوز والاساسمنت اللي هنعملها كل ما هنعمل قوز أو اساسمنت هنحطه ايه ونكيب الورق بتاعنا بالترتيب وبالنظام موجود معنا كرفرنس لينا وكمان ساعات بديكو extra sheets أو كده برضو تتحطي بالتواريخ وتبقى منظمة تمام؟ كل ما كنت كنت منظم في شغلك كل ما كان انت استفدت أكتر وبقيت ماشي معي كويس أوي طبعا حطلب منك انه to be attentive يعني attentive يعني to pay attention كويس أوي واخنا بنشتغل دايما مقفق مسحصح واخد بالك احنا بنعمل ايه؟ ما نفوتش حاجة احنا مش فهمنها دايما لو في حاجة احنا مش فهمنها لازم نسأل عليها اوكي؟ ودايما انا هكون جاهزة ان انا ارد على اسئلتكو حتى لو انت عندك سؤال وانت مش معي في الحصة انت سهل قوي انك انت بتبعاتلي على الواتساب سؤالك وانا برد عليك as soon as possible بنفسي مش بخلي الاسيست انت هو اللي يرد لأ انا اللي برد بنفسي على اسئلتكو بس هتجب منك طلب صغير انك لما تبعاتلي سؤال تقول لي سؤال بتاعك ده انت جايبه منين؟ من اني متحاني من اني exercise عشان داي سهل علي ويوفر علي وقت دايما ابعاتلك الانسر اللي انت عايزه افرد انا بعتلك الانسر وانت مش فهم او كده ممكن ابعاتلك voice note واشرخ لك تمام؟ ده غير طبعا ان احنا طبعا طول ما احنا بنشتغل اي حد بي عنده سؤال بيسأل وبنرد عليه وبنجاول عشان لازم تبقى اول بول انت فاهم احنا بنعمل ايه ما تحاولش حاجة وتقول بعدين لا بيدادكيتت يعني لازم تاخد شغلة جد وباهتمام ان كل ما اهتميت واشتغلت بانتظام من اول يوم في الدراسة كل ما كنت انت على ما تقرب السنة الاخيرها واسق بين نفسك حال الكل حاجة شغلك مزبوط راسك ترتبة دماغك مترتبة افكارك مزبوطة وده يوفقك ان شاء الله وتجيب ايه درجات كويسة وطبعا نمبر 7 you have to be a hard worker الماثماتيكس is practice ومن غير practice عمري ما حاوصل للايه للايه ستار اللي انا عايزها او الgrade 9 اللي انا عايزه لازم اعمل a lot of practice طيب انا I mentioned كده سريع كده انو لما نزاكر المعف فيناس هيقول لي اسمنا روالها في بيتزاكر ايوة السناجي في grade 10 specially حنزاكر المعف يعني ايه حنزاكر المعف الحقيقة السنة دي في grade 10 انت عندك كمية knowledge كبيرة اوي جديدة اول مرة تسمحها وحتاخد rules كتير اوي 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 جديدة عليك ولازم تبقى حافظها وعلشان كده الطريقة الوحيدة اللي تقدر تبقى بيها دايما بتحل كويس وزهنك مزبوط وفاهم وعارف تشتغل هي انك انت اول بول تذاكر الحاجات اللي خدتها يعني ايه تذاكر الحاجات اللي خدتها يعني لما هناخد اي درس حضرتك عشان تذاكره بترجع تاني to go and solve again the examples اللي عملناها مع بعض اخدت لك النوتز اللي انا بسلمها لك اللي بتشتغل بيها دي بتبقى هيا دي الرفرنس بتاعك بحيث ان انت لو عندك quiz او عندك assessment بتمسك كده title title كل درس وتراجع على الرونز اللي خدناها وتراجع على الimportant ideas اللي خدناها لان انا دايما واحنا بنشتغل اقولك دي it's an important idea تمام كده طيب حاجة تالية كمان ان احنا كل درس هناخده هنيجي وصاده كده نفتح كتاب اسمه classified بيمشي بالترتيب ان انا بسلا اخدت درس اسمه algebraic expressions هتلاقي في classified اسئلة متاخدة من past papers كلها على درس اللي هو algebraic expressions فيبقى احنا دايما بنعمل practice من الclassified بتاع past papers على الطوبي اللي احنا بناخده تمام كده اوكي طيب يبقى احنا ان شاء الله together we will achieve ماينفعش نص منار لوحدها تشتغل وانت ما تشتغلش لا عشان نوصل اللي احنا عايزينه لازم انا وانت نشتغل كويس لو سمعت الكلام واشتغلت كويس from day one وحليت كل حاجة والتزمت اكيد هتوصل اللي انت عايزه وحتتفوق باذن الله تمام طيب لو احتاجنا ان احنا نشتغل online sessions وده احتمال طبعا انه مش عارفين طبعا السنة الدراسية هتمشي ازاي هل هنشتغل في انا شايفيني وانتو شايفيني ونشتغل كده في class طبيعي ولا هنشتغل online فاحنا لازم نبقى جاهزين في كل اللحظة تمام عشان نبقى جاهزين للاي online session لازم حضرتك تبقى متأكد ان انت عندك a very good internet connection في بيتك وتبقى دايما جاهز معاك اللابتوب بتاعك charged او متوصل بالكهرباء او الكابلت بتاعك وكمان هتحتاجي تكون معاك a mobile phone برضو charged او متوصل بالكهرباء تمام كده يبقى دي الحاجات هنحتاجها عشان نشتغل وتمانيات يديكم بالتوفيق طيب انا اديكم كده فكرة كده عامة تعال كده اوريك شكل النوت وشكل classified بتاعك اللي هنشتغل منها ان شاء الله so تعالوا كده مع بعض نقف ال presentation دي ونروح كده لل O level part 1 اوكي شايفين انا هنا حطا ايه notes part 1 classified part 1 حواريك شكل النوت part 1 شكلها احبارا عن ايه just a minute تمام اوكي ادي اول صفحة في النوت بتاعتنا وزي ما نقولتكم كان انا بحب ارتدي باول chapter هو الالجبرا تعال كده نبص كده عال titles اول حاجة expanding and simplifying ياريت يجبع ما حد شي يكتب على screen طيب احنا ممكن نعمل حاجة تمام طيب عندنا اول حاجة expanding عندنا factorizing algebraic expressions simplifying algebraic fractions هناخد السنة ممكن تكون استمعت عنها السنة اللي فاتت في عندنا حاجة اسمها the subject of the formula انت برضو خدتها في grade 9 بس احنا هنتوسع وتبقى more extended خلصنا expressions والformula هندخل بعد كده على equations equations في عندك the first degree equation second degree equation simultaneous equation فكنا هناخد حاجة اسمها inequalities وبعدين هنشتغل برضو على graphic inequalities انا بس بعدي على titles عندنا chapter 2 عبارة عن numbers ودي titles بتاعتو ودي chapter 3 اللي هو trigonometry طيب قبل من التين اتكلم شوية في algebra تعال كده خلييني اوريك بقى classified بشكل ودي عبارة عن ايه أولاد notes part one هنشتغل فيها ومعاها classified part one تعال تشوف كده classified part one اهل اوكي الclassified دي تبقى عبارة عن ايه عبارة عن اسئلة متخدة من past papers ده part one اهو هتلاقي برضو نفس ايه chapters او chapter algebra بالدروس بتاعته ودي chapter two اللي هو numbers بالدروس بتاعته وchapter three اللي هي trigonometry تفهمين ازاي بحيث ان انا لمشرح درس بالnotes نروح للclassified ونحل عليه على طول يبا احنا دايما بنعم الpractice من انواع اسئلة بتاعت اللي بتاعتنا تفهمين ازاي طيب تعالوا كده نبص مثلا عليحنا هنا algebra اول درس lesson one اسمه expressions هتلاقييني ايه جايبالك اسئلة من classified شايف اهو شايف لانا كتبه هنا question seven may 2013 three hr كان زمان الامتحان اسمه 4h و3h من ثلاث ثنين كده اتغير باسم 1h و2h مع تعديل شوية في المنهج هتلاقييني جايبالك السؤال متاخد من هتلاقييني هتلاقييني مثلا هي الاسئلة كل ده على اول درس في الالجبرا اللي هو expressions شايفين ازاي اهو خلصنا اول درس دخلنا على الدرس اللي بعده expanding and factorizing هتلاقييني خطالك ايه اسئلة برضو من past papers على expanding and factorizing تمام كده okay تعالوا بقى نرجع بقى كده للnotes كده وناخد فكرة كده صغيرة عن شغلنا السنانية okay تعالوا نبص كده تريد لذاتك المايك بتاوي يا شباب عشان ايه نعرف نسمع بعض كويس is there a mark scheme for the classified لا الحقيقة انا مش عاملة mark scheme للclassified لكن الclassified ده احنا هنتصحفه مع بعض كلمة كلنا في الفصل مع بعض وفي نفس الوقت انتو تقدروا بسهولة لو انت عايت تصححه لنفسك لانا كده لك جنب كل السؤال هو متاخذ من انه متحان فانتو تقدر تفتح الماركين scheme بتاع كل المتحانات موجود online ممكن تفتح اي site في marking schemes وتقدر تامل check على الاسئلة اللي انت عايز ها اوكي فسهلة قوي وتأكد ان كل سؤال موجود في الclassified اللي انا مديها لكم احنا بنحله مع بعض وبنصححه مع بعض فببقاش في اي مشكلة تمام طيب احنا لو بصينا كده اوكي تي حد تاني عنده سؤال it takes time لا مش قوي يعني لما نتعود but it doesn't take time ولا حاجة اوكي طيب اول درس عندنا في الالجبرا اسمه algebraic terms and expressions you're welcome mona okay طيب اول حاجة عايزين الكلام عليها اسمها algebraic terms what is an algebraic term فتعالوا كده نفتكر طبعا انا عارف منتو عارفينها بس انا حابة كده اديك كده a little introduction about what is an algebraic term and what is an algebraic expression تعالوا كده نعمل اي اعمل شير كده بالwhite board بتاعتي ونبتدي اي نشتغل بعض على white board ونقول بعض تمام اوكي لو انا قلتلك for example حاجة زي كده 2x اوكي 2x is an algebraic term تمام طب عندي مثلا negative 3 b power 4 this is another algebraic term طب لو انا عايزة اغرف what is an algebraic term لحظت ان algebraic term ده في number وفي letter صح طب اي relation between 2 x they are multiplied this is 2 times x عندي negative 3 b power 4 في هنا negative 3 وفي b power 4 طب النumber ده لو اسمي يا شباب عارفين النسم ده it's called the coefficient اسمها the coefficient تمام واللتر حنسمي the symbol تمام اوكي يبقى كل algebraic term عبارة عن number and the letter el coefficient هو الرقم والletter هو ال symbol تمام طيب يبقى انا اقدر اقول اي لو انا قلتلكم for example مثلا 17 x y الالجبري term 17 is the coefficient x y is the symbol just a second okay here we are تمام in relation between 17 x and y they are times each other 17 times x times y تمام طيب حاجة مهمة اوي كمان يا شباب لازم نعرف ها اي هي ان sometimes the terms are like each other يعني اقول 2 x وقول 5 x وقول negative 11 x شايف الترمز هول كلهم عندهم نفس السيمبل okay لما بيبقى عندهم نفس السيمبل بسميهم like terms ولما يبقوا like terms يبقى I can add them or subtract them تمام طيب 2x d is a positive number will 5x be positive يعني هنا في plus يعني عندي 2x plus 5x minus 11x يبقى 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 عشان كانو like terms كان ممكن عمل لهم ايه adding or subtracting أهمين ازاي طيب what what if I have terms like this 2 2x plus 3b هنا I have different symbols يبقى دول 2x terms I cannot add to each other الشرط ان انا اعملهم adding او subtracting يكون عندك نفس اللتر فدول they are unlike terms ان unlike terms حيضالوا كده مش هقدر اعملهم addition او subtraction حيضال شكل كده فبيديني حي جديدة اسمها an algebraic expression okay what is an algebraic expression the expression that is made of different or unlike terms لانهما لو كانوا شكل بعض نفس symbol كنت قدرت اعملهم adding or subtracting اش كده طيب تعالوا نبصوا على الحاجة تانية لو انا قلتلك مثلا 3b plus 6b squared اقدر اقول ان these are like terms ولا ما اقدر شي لا الحقيقة ما اقدر مع ان هما الان فيهم b بس this is b والتانية ايه is b power 2 شايفين ازاي فما اقدر اقول عليهم like terms لا دول unlike terms يبدأ على طول بقى اسمه expression تمام الان الان 3 terms زاي كده مثلا x power 2 plus 5 x plus 6 ادي three terms حنسمي ساعدها trinomial كلمة try معنها three nominal يعني terms تمام كده حلو قوي طب what if i have more than three terms more than three terms حنسمي polynomial كلمة poly معنها many terms okay سوا أبقى four five six زي ما تعيز لو تفتكر كلمة poly دي سمعناها زمان في poly polygons كلمة poly معنها many gone معنها sides عارفين الpolygons زي الhexagon والpentagon والoctagon شايفين ازاي فكلمة poly معنها many and this is in latin language تمام كده دي بس كده ايه شوية معلومات كده to refresh ourselves وتعالوا كده ايه نرجع تاني لل notes بتاعتنا ونبص بص كده على الاسئلة اللي عندنا في notes نقفل كده الwhite board just a minute نرجع تاني اوكي يبدأ لنا عايزة تمام اوكي اتكلمنا على algebraic terms وقلنا what are they like terms وقلنا unlike terms اوكي like terms اوكي وقلنا unlike terms cannot be added وقلنا على binomials trinomials polynomials تمام طيب عندنا اول حاجة بنعملها ودي طبعا انت واخدينها بس احنا we're refreshing our memory اللي هي expanding and simplifying كلمة expand دايما معناها to get rid of the brackets and to multiply and get rid of the bracket simplify حيث معناها دايما adding if possible يعني لو عندك terms which can be added or subtracted i will do that طيب انا لما يكون عندي 2 وافتح bracket m plus 3 m plus 3 that is an expression انا بعمل 2 multiplied by the expression so the 2 will multiply the m and then it will multiply the 3 so my answer is 2 times m 2 2 times 3 6 بعد ما بخلص expanding ابتدي ابص can i simplify simplify يعني ايه يعني اعمل adding or subtracting the terms بترعت لا ما اقدرش اعمل adding or subtracting يبقى انا كده i am done and this is my answer تعالوا نشوف سؤال بعده x is multiplied by this bracket اقول x times x لما بعمل x times x what's the answer the answer is x power 2 طيب x times negative 5 قل بارك sign d belongs to the 5 excuse me so it is negative 5 x احنا هنا عمل expanding can we simplify something do i have like terms to add or subtract لا ما عنديش فانا بسي بال answer كن طيب تعالا نشوف سؤال بعده 2 a is multiplied by this bracket just a second كل شوية ايدي بس بتيجي على حاجة فنعمل 2 a times 5 a خد بالك بقوي المعمل 2 times 5 تديني 10 وال a times a تدي لك a squared كويس كده طيب 2 a times negative 1 هحط هنا negative 2 a تمام كده حال هحنا كده خلصنا أو 3 محتجناش نعمل اي نوع من simplifying هنا عملنا بس expanding يبقى خد بالك دايما ان كلمة expanding معناها انت you get rid of the brackets by multiplying وتشيل brackets خالص طيب question 4 مختلف شوية لاني عندي brackets مرتين طيب انا هشتغل على كل bracket الاول وحد هعمل 5 times 3 P تديني 15 P 5 times 2 تديني plus 10 كده انا عمدت expanding اول brackets اروح للبعد خد بالك negative sign دي بتاعت 2 يعني دول بعض حاجة واحدة negative 2 times 5 P انا سمعكو بتقوله اهو negative 10 P و negative 2 times negative 3 تديني لك plus 6 خليك فاكر negative times negative تديني لك دايما positive result يبقى احنا هنا عملنا ايه يا شباب عملنا expanding صح طيب can we simplify يعني ايه simplify يعني add the like terms اه هنا المرة دي I can simplify عارو كده نغير الcolor اللي مشتغل بي اهو بصوا بقى كده 15 P minus 10 P اوكي دول I can add them to each other هيدوني 15 P minus 10 P تديني لك 5 P طيب وعندك 10 plus 6 تديني plus 16 تايفين ازاي يبقى احنا هنا الquestion number 4 دا عملنا في both operations عملنا expanding وبعدين عملنا collecting like terms اللي هي simplify ويبقى لفاين الانسور بتايتنا اهي تمام كده اوكي تعالوا كده نروح لإيه question 5 نعمل نفس الحكاية نعمل 3 times 4 4x تديني 12x 3 times negative 5 negative 15 وبعدين ال negative 4 times 2x تبقى minus 8x negative 4 times 1 minus 4 قدر اقول minus 4 او negative 4 اللي اتنين لهم نفس المعنى بعد ما خلصت expanding ابتدي اعمل collecting like terms اللي هي الخطوة اللي بنساميها simplifying عندك 12x minus 8x equals 4x عندنا minus 15 minus 4 تديني negative 19 and that's your final answer تمام okay let's go to question 6 question 6 تديني بسيقر كيف 8x وبعدين minus 4 المينس 4 دي هي لقصاد الbracket واخد بلك يبال 8x ملهاش دعوة بالbracket اكتبها زي ما هي والمينس 4 دي هي المultiplies هنا وهنا شايف negative 4 أو minus 4 times 2x تديني minus 8x minus 4 times minus 1 تديني plus 4 يبال خلصنا كده expanding الخطوة اللي بعدها is to collect the like terms طيب لما اقول 8x minus 8x what does this give me 0 طبعا اي رقم minus itself 0 5 minus 5 0 3 minus 3 0 يبال 8x minus 8x equal to 0 what is left is 4 تمام كده يباحنا كده خدنا فكرة ياولاد عن ايه هو الالجابريك terms والالجابريك expressions وابتدي احنا كده نتكلم على اول نوع من انواع اللي ايه المultiplying at one term times a bracket تمام كده واقول x times x وبعدين x times negative 4 تمام x times x is x squared x times negative 4 minus 4x كده انا خلصت شغله بالx اروح لل3 اعمل 3 times x وبعدين 3 times negative 4 3 times x يجيلك plus 3x 3 times negative 4 يجيلك negative 12 تمام اوكي طيب انا بعدما خلصت expanding دايما بعدما اتخلط expanding لازن تبص على الاجابة بتاعتك وتفكر كده هل في حاجة تانية ممكن اعملها ولا I'm done خلاص لا لو بصيت كويس كده هتلاقي ان انت عندك like terms فاكل لما تكلمنا على like terms بصوا كده على الاثنين دول they have the same symbol اوكي يبقى انا ال final answer بتاعتي هتبقى ايه هتبقى x squared negative 4x plus 3x هتدي لك minus x minus 12 شايفين ازاي يبقى كده ال final answer يبقى دايما خليك ذكر انه في two steps اول step ان انا اعمل expanding لل brackets تاني step ان انا اعمل collecting like terms عشان اخط ال answer in the simplest form تمام طيب ده كان نوع من انواع ال expanding brackets تعال نبص على النوع تاني بص النوع ده يعني ايه اخط ال two دي what does this two mean دي معناها لما انا قل لك مثلا for example x power two معناها ايه x power two معناها x times x times itself فاهمين ازاي نفس الكلام على bracket لما انا اخط power two على bracket دي معناها ان عندي bracket ان هو x plus three times x plus three شايفين ازاي يبقى احنا بدأ ما نكتب bracket مرتين بنحط كده power two فاهمين ازاي هامل ايه هامل بالضبط اللي عمل في example الفوق ان انا هت بدي اعمل multiplying ازاي اقول x times x و x times three اوكي فادي هتدي لك x squared plus three x خلفت شغلة بالx اروح three 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 times x وبعدين three times three تدي لك three x plus nine كده انا خلصت كل الملت كيشن مش كده اولاد يبقى فاضل اعمل اذي الوقتي ابص كده عندي do i have like terms ايوه طبعا بصوا كده دول اسمهم like terms يبقى i can add them to each other يبقى الانسر final x squared plus three x not three x 6 x plus nine ويبقى هو ده الفاين الانسر بتاع شايفين ازاي عملناها كده على كذا step تمام طيب عالوا كده برضو نشوف كده نوع تاني من ال expanding حاجة زي ايه مثلا اه زي دي طيب ايه ال two brackets اللي قدامنا ايه اللي انتو شايفينه مختلف يعني بصوا كده على كل الاسئلة كده انك هتلاقي نفس الارقام مكتوبة جوه ال two brackets بس الفرق ايه واحدة منهم plus واحدة منهم minus شايفين ازاي عندك different signs هنا طيب هل دي هتفرق معي وانا بشتغل اه طبعا كده هامل x times x اه x squared x times negative 1 تديك negative x طيب انشاء لعنا دي 1 times x هتديلك plus x مش لازم اك بيولد 1 x او negative 1 x زي بس انا بنقول apple do i have to say 1 apple لا ما بنقول ش 1 ادام ما قلته يبه موجودة امين ازاي طيب 1 هتديني minus 1 طيب انا دروقتي خلصت ال-expanding صح طيب عندي like terms ولا ما عندي اه طبعا عندي بصوا كده على دول negative x plus 1 x زي negative 2 plus 2 دول بيروحوا مع بعض ايه اللي فضل في ال-answer بتاعتي عندنا x squared minus 1 شايفين only two terms اللي بنسميها binomial ال-answer ببقية two terms بنسميها binomial شايفين تعالوا نعمل الفكرة دي تاني بس ايه في سؤال زي number 5 تعالوا نرخي number 5 شايفين 3m minus 2n والبركت تاني 3m plus 2n طيب هنبتدي نعمل 3m times 3m تديني ايه ولاد بتنساش الارقام times بعد واللتر times بعد 3 times 3 9 m times m m squared تمام طيب اعمل 3m times 2 n 3 times 2 هتديني هنا 6 m n طيب نروح بقى للnegative 2 negative 2n times 3m هتديني negative 6 m n طيب ولو قلت negative 2n times negative times positive 2n negative 2 times positive 2 هتديني minus 4 n squared كده خلصنا multiplying فضل لنا ايه شباب فضل لنا adding the like terms 6 m minus 6 m n دول راحوا مع بعض وهيبقى عندك الانسر 9 m squared minus 4 n squared طيب انا عايز اقول بقى هنا حاجتين في حد ممكن يكون اللي ايه يمس منار هي مش ده ممكن يطلع negative 6 n m ممكن طبعا اكتبها كده طب ولو انا كتبتها كده is it the same as 6 m n او طبعا الاثنين دول زي بات ما تنساش ان انا بعمل multiplying يعني يعني لو انا قلت 2 times 3 هي هي 3 times 2 فعشان كده لو انا قلت 6 n m هي هي 6 m n واخدين بالكو ازاي لان we're multiplying فالترتيب مش هيفرق معي اوكي دي اول حاجة كنت عايزة اقولكو عليها الحاجة التانية اللي انا عايزة اقولكو عليها انو احنا واحنا بنشتغل كل مرة طلع عندي الانسر 2 terms هلين كده اشيل الحاجة دي كده تعال نبص كده على الانسر طلع ايه في الاخر اللي هن حاطنا في box 9 m squared minus 4 m squared والسؤال اللي فوق برضو طلع نفس الشيء طلع اهو 2 terms بس شايفين وده برضو طلع 2 اسم مهمة اوي اسمه difference between 2 squares اهو it's called the difference between 2 squares وحنحتاج نعرك المعلومة دي قدام شوية ليه بنسميه difference between 2 squares كلمة difference عشان عندي هنا minus 9 m squared is a square number لان عبارة عن 90 3 times 3 وال m squared m times m رقم times itself 4 n squared 4 2 times 2 n squared is n times n فنسمي expression a square number n square number square number بينهم دائما minus دائما result بتتلا بالشكل تمام طيب يترى حد منكم عايز يسأل اي اسئلة مابص كده على ال chat bar يمكن حد يسأل طيب تمام is one yes yes one is a square number yes it is عارف بنا عارف square number is a number that has a square root تعالوا كده نروح للwhite board كده ونبص مع بعض كده تعالوا كده نشوف نفتح كده صفحة بديدة في white board تعالوا كده نقول ايه هي square numbers لو انا بتكلم على numbers in general اول رقم 1 2 3 4 5 6 and so on تعال نعمل squaring 1 squared with 2 squared with 3 squared 4 squared طبعا لسه we have lots of numbers what does 1 squared equal 1 times 1 equals to 1 2 squared is 4 3 squared is 9 16 25 36 and so on دول هنساميهم square numbers شوفنا جمناهم منين خذنا الأرقام 1 2 3 لإحنا عارفنا كل رقم عمثله squaring والsquare numbers كل واحدة فيهم عندها square root صح فأقدر أقول أن 9 is a square number but 10 is not a square number لأن ما لهاش square root فعلمين ازاي 25 is a square number فب what about 24 لا it's not a square number وبنفس فيك بالsquare number عندنا حاجة اسمها cubic number يعني لو أنا برضو اشتغلت على الأرقام دي 1 2 3 4 5 6 تعالوا بنعمل cubing لكل الرقم 1 power 3 2 power 3 طبعا ممكن نكتب أرقام أكتر من كده بس مش لازم احنا بس بناخد ايه sample كده نفهم الفكرة طب what is 1 power 3 it's 1 1 to any power بتفضل دايما equal to 1 5 2 power 3 is 8 3 power 3 27 طبعا أنا لو شاكر في multiplication بعرف أعملها بسرعة أو لو انت محتاج calculator ما فيش مشكلة بس دايما لما بكون حافظ multiplication tables وحافظ rules بيخليني أسرع وأنا بحير والcalculator موجودة جانبي عشان أعمل 4 power 3 is 64 5 power 3 is 125 6 power 3 is 260 دول بنسميهم cube numbers أو cubic numbers تمام كده تمام 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 نرجع تاني للكلام اللي كنا بنعملو تمام تمام نرجع نرجع لهنا تمام تمام يبقى تكلمنا على l-expanding أوكي في حد عنده سؤال let's see لأ انتي يمكن يتي متأخر يدارين لا احنا بنشتغل مش نشتغل Cambridge احنا مشتغل ad-excel أوكي this is ad-excel هو الحقيقة ما تيش فرق كبير غير في بعض topics القليلة بس الشكل الامتخان بتاع Cambridge مختلف عن شكل الامتخان بتاع ad-excel وصم topics are extra في Cambridge رفي فروق كده بسيطة بس أنا باشتغل دايما ad-excel مش Cambridge تمام okay طيب ممكن ايه نتكلم على حاجة تانية دي بقى حتة جديدة ما كانتش موجودة في year 9 أو grade 9 اللي هي expanding more than two brackets لما يكون عندي three brackets وعايز أعملهم expand family هقول family انا فعمل multiplying the brackets in any order شايف يعني الترتيب مش هيفرق لو انا عايزة ابتدي ااخد اول اتن مع بعض وبعدين الثالث ينفع لو انا مش عايزة امشي بالترتيب ده برضو ينفع okay so زي ما انت عايز احنا ممكن اوي ناخد the two brackets دول ونعمل multiplying الاول هكتب كده x minus 1 times x minus 2 ونعمل المultiplication نبتدي x times x adding like terms دول يبقى انت عندك هنا x squared minus 3 x plus 2 يبقى انا ياولاد خلصت the two brackets دول وجبت الانسر بتاعهم اهو فاضل اعمل ايه بقى فاضل اخذ الbracket الاولاني اللي هو x plus 2 تعال نغير الcolor واعمل x plus 2 times الانسر العتلي فهكتب كده x plus 2 وعملها times الانسر اللي طلقت على اتنين brackets دول اللي هو x squared minus 3 x plus 2 تمام اوكي بنبتدي نعمل ايه ناخد x times خليني كده ايه ناخد اللون كمان وطيف تاني ناخد x times دول ولما خلص multiplying the x اروح لل plus 2 طيب x times x squared حتدين x power 3 x times negative 3 x minus 3 x squared x times 2 plus 2 x يبقى خدوا بالكوا كده احنا عملنا ايه عملنا multiplying x x times x times x times x times كل واحدة من دول الملتبا بالكوا الملتبا بالكوا الملتبلاينج فضل لي اخر حاجة ان انا اعمل adding the like terms تعالوا بقى اشوف هنعمل ايه تعالوا الاول نحدد فين the like terms عشان نعرف ايه ايه اللي هعمله addition طيب x3 ما فيش غرها واحدة بس هكتبها كده x power 3 عندك dx squared وx squared صح؟ يبقى دول are like terms negative 3 plus 2 تديني negative 1 x squared تمام؟ وبعدين عندي 2x و minus 6x دول هيدوني minus 4x وبعدين عندي plus 4 يبقى احنا هنا اتعلمنا حاجة جديدة اللي هي multiplying three brackets by each other تمام؟ طيب انا مش عايزة ادخل اوي اوي في المنهج عشان نهاردة احنا بس الفكرة ان احنا نتعرف على بعض نعرف احنا بنشتعب ازاي ناخد فكرة كده بسيطة خليني كده اوريكم مثلا كده احنا بعد كده مثلا بعد من خلص expanding بافكاره بنروح بعد كده وناخد ايه ناخد trinomial طبعا ده كلام ايه كتير اه انا حتى بقى ايه قبل ما نختم مع بعض احنا تخرين تقريبا على ساعة الشغل تقريبا ان انا ايه اقول لكم كده معلومة كده لطيفة كده نشوف كده ايه اخبار فيها ايه تعالوا كده ايه نعمل ايه نجيب الوايت بول بتاعتنا اوكي وتعالوا كده ايه اسألكم كده سهل احنا نورتي تكلمنا على كلمة expression مش كده احنا الحقيقة في الانجبرا عندنا ثلاث حاجات عندنا expression وعندنا equation وعندنا formula يهمني ان انتو تكونوا عارفين يعني ايه الكلام ده يعني ايه الفرق بين الثلاث حاجات دول اوكي طيب احنا تكلمنا كتير قوي من اول ما بدنا عن expression كما كل ده الالجبرا 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 زي مثلا 2x plus 3y ده الالجبرا 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 صحيح كده لانه في two terms والالجبرا دول are unlike فمش هقدر اجمعه طيب ممكن يكون في three terms four terms اتفقنا عالكلام طب ايه اللي يفرق بين expression وال equation اعرف منين انها equation كلمة equation يبقى في equal sign يبقى هنا بقى يزيد علي يقول 2x plus 3y equals to 5 مثلا او equals to اي رقب تمام كده اصبحت equation بقى عندك two sides left hand side or right hand side و equal في النص بينهم يبقى في ارقام معينة هحط مكان x y عشان يبقى النخياد equals to 5 يبقى ده expression وده equation طب what is a formula نترى مين عارف يعني formula الفورميلا شكلها شكل equation لازم يكون في equal sign بس بتبقى ايه بقى بنستعملها for rules يعني ايه يعني لما اقول لك for example rule زي كده p equals 2 l plus 2 w ايه rule دي the perimeter of the rectangle equals 2 length plus 2 w هي هي شكل equation صح لانا فيها equal sign بس d بتستعمل فقط عشان اطلع منها perimeter of a rectangle لو انا قلتلك مثلا area equals l w ده area of the rectangle صح اه برضو it looks like an equation بس هي عبارة عن ايه rule المعينة بس تعملها لو قلتلك for example a equals pi r squared دي الarea بتاعت ال a circle مش كده طيب يبقى احنا كده بس ايه اتكلمنا كده شوية على ال algebra كintroduction ممكن اوريكوا برضو النوت بتاعت part 2 شكلها ايه يبقى احنا اتكلمنا على part 1 مش كده طيب let's leave this now وتعالوا نروح ل share let's let me share something else with you okay okay let's نزل كده نقفل كده نقفل الwhite board وتعالوا نروح ادري اواريكوا بس كده ايه ال part 2 انا مش عايزة part 1 خلاص عايزة اروح ل part 2 notes اهي و classified let me show you notes part 2 3 other chapters اوكي بنبتنى من اول chapter 4 اللي هو very new topic بنسبالكم وابارع عن 4 lessons دول functions ممكن تكون اسمعتوا كلمة دي بكده differentiation graphs of functions transformations the chapter 4 عندنا بعد كده part 2 chapter 5 دي عبارة عن geometry طبعا كلنا اسمعنا عن area perimeter volume surface area similarity ممكن vectors جديدة علينا والtransformation لا اعتقد ان تخصميت عن transformation الصircles هتبقى جديدة لانها فيها lots of new work تمام that's chapter 5 و chapter 6 بيبقى handling data اللي هو averages mode و mean و median وعدين بقى دي طبعا topics جديدة accumulative frequency graphs or histograms والprobability انت سامع عنها بس طبعا السنة دي it's extended وزاي ما عندنا notes part 2 هيبقى في اللي classified بتاعتها اهو في classified part 2 بحيث ان احنا برضو نمشي بنفس الترتيب هاي شايفين at the part 2 4 و دي الدروس بتا chapter 4 اهي وان chapter 5 geometry والدروس بتاعته و chapter 6 اللي هو handling data بالدروس بتاعته اوكي وهتلاقوا زي ما احنا ماشيين كده lesson 1 في notes وصدها lesson 1 في classified عليها ايه الاسئلة بتاعتها تمام اوكي انا ارجو انكم تكونوا يعني استفدتوا وفهمتوا خدتوا كده idea عن شغلنا ازاي حنشتغل السنة الجاية دي وانتوا في grade 10 تكونوا استفدتوا تكونوا عرفتوا النظام بتاعنا عبارة عن ايه واتمنى ان انا اشوفكوا قريب و thank you very much if you have any questions please tell me if you don't have any questions then thank you so much and hope to see you soon okay thank you bye bye شكراً لكم شكراً لكم